نفت مصادر مصرية رافعة المستوى صحة الأكاذيب التي روجتها صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية بشأن مع زعمته حول موافقة الرئيس عبد الفتح السيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على احتلال إسرائيل محور صلاح الدين فلاديلفيا بدعوى قطع آخر شريان لحركة حماس مقابل إشراك السلطة الفلسطينية في خطة اليوم التالي للحرب وذلك حسب مزعم الصحيفة الإسرائيلية وفي هذا الإطار أوضحت المصادر المصرية أن مثل هذه الأكاذيب الإعلامية أصبحت طقصا يوميا يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان ورفض أي تحركات إسرائيلية من شأنها تصفية القضية الفلسطينية هذا وتشدد مصر على ضرورة التزام واحترام الجانب الإسرائيلي كل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين بما فيها البروتوكول الخاص بمحور صلاح الدين فلاديلفيا شكرا